ترأس محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة اجتماعا لمناقشة التضحاء التحضيرات لمهرجان البلد السياحي الفين وثلاث وعشرين واستعرض اللقاء الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي صالح العمق التحضيرات للمهرجان والفعاليات المصاحبة وتضمن التصورات برنامج المهرجان فعاليات تراثية وبحرية وسياحية وفنية ورياضية أكد المحافظ بن ماضي على إلاء الفعالية التحضير الجيد لما لها من أهمية في تنشيط الجانب السياحي إلى ذلك تفقد محافظ حضرموت سواحل مدينة المكلة مطلعا على عددين من المواقع التي ستشهد احتضان فعاليات مهرجان البلدة كما تفقد ساحة العروض بشارع ستين بفوة وجه بتأهيل المنصة وتجهيز الساحة وإزالة المظاهر المشوهة لجمال المدينة وسواحلها كما وجهها خفر السواحل برفع الجاهزية والاستعداد للانتشار خلال أيام نجم البلدة